اشتركوا في القناة وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بيض الله وجوهكم وأعتق رقابكم من النار وجعل لكم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقكم من غير ما تحتسبون اللهم اختم بالسعادة آجالهم واجعل أخير أعمالهم أواخرها وخير أيامهم خواتمها وآخر كلامهم لا إله إلا الله اللهم كفر عنهم الذنوب والسيئات وأحسن لهم العاقبة يا رب العالمين مرحباً بكم في روضة من رياض الجنة ومع آية نتفيأ ظلالها من سورة النساء آية فيها بشرى آية هي بلسم للقلوب الخائفة المضطربة إنها تبعث في نفس المؤمن طمأنينة الله جل الله يعلن لعباده أن تكفير السيئات أمر ممكن ومن بوابات تكفير الله جل وعلا صغائر الذنوب أن تجتنب كبائرها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً تصور يا عبد الله لو أن الذنوب لا كفارة لها إلا بأن تقتل نفسك كما كان على بني إسرائيل وأمروا أن يقتلوا أنفسهم ما هو حالي وحالك لو أن الإنسان حتى يخرج من الذنب لا بد أن يذهب حياته أو أن يخرج من ماله لا توبة لك حتى تخرج من جميع مالك سيارة، بيت، مال، رصيد ليغفر الله لك ما هو حال من هذا مطلوب الله منه يجب عليه أن يطبق وأن ينفذ ولذلك من كرم الله لهذه الأمة أن خفف ذنوبها وكفر سيئاتها إلا أن الكبيرة عندما يستهيل الإنسان بالله جل وعلا فيرتكب الموبقات وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في الكبيرة ماهي ما الذي يجتنب من الكبائر وقبل أن أبدأ أقول إن هذه الكبائر التي أهلكت البعض أليفها وتغلغلت في نفسه وصار يختفي ببعض الكبائر عن عيون الخلق وما استحيا من عين الخالق غلق أبواب البيت وما علم أن أبواب السماء لا تغلق استحيا من عيون إنسان وما استحيا من ملك لا يفارقه إلا في حال الخلاء والجنابة سبحان الله إن ثمن تكفير الذنوب أن تجتنب الكبائر من أكبر الأبواب التي تشيع نورا في صدرك أن هذه الآية تقول لك الله يعلم أنك تذنب والله جل وعلا يعلم أنك ضعيف ويعلم أن السيئات لا يستطيع مخلوق أن يتركها مهما كان السيئات لماذا سميأت السيئة سيئة لأنها تسوءك ويسوءك ذكرها ولو عندك أخطاء في شبابك وقال لك والدك تذكر لما فحطت يوم أن صدمت يوم أن طعنت تقول يا أبوي هذه ملفات سود أغلقها فإنه يسوء سماعها مع أنك أنت الفاعل لها الله الكريم سبحانه يعلم من عباده الذنب ومع هذا فتح أبواب الكفارات لهم كفارات أبوابها كثيرة تذكر الآية آية سورة النساء أن من أكبر أبواب كفارة الذنب أن تجتنب الكبائر لأن الصغائر واللمم لا يستطيع أحد أن يتركها يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إن الذنب ثم التوبة والذنب وبعد التوبة تحقق العبودية تخرج العبودية منه يا رب ضعفت يا رب ارحم ضعفي يا ربك ما سترتني فاغفر لي فيتقلب العبد بعد كل ذنب وتوبة محققا في مراتب التعبدي شيئاً جميلاً ويصعد ويرقى في درج التعبدي حتى يجعل الله للتائب من ذنوبه ولو كانت كثيرة يجعلها سبباً لدخوله الجنة أتعلم أنك قد تدخل الجنة بذنبك وليس بحسنتك لا إله إلا الله الحسنات هي التي تدخل الجنات لا يا عبد الله الكرم من الكريم جل وعلا جعل الذنوب والسيئات أحد أسباب دخول الجنات كيف؟ تبتع من ذاك الذنب فبدل الله ذاك الذنب حسنة ولذلك قد يتضاعف رصيدك عشرات بل آلاف المرات لأنك تذنب لكن فترة الذنب يطيش العقل وتأتي سكرة الشهوة ثم فوراً تلوذ بجناب الله ولذلك العلماء يقولون ما هي التوبة؟ قالوا التوبة أول مراحلها الندم إذا شعرت بالندم فتح لك باب التوبة لكن إذا كنت تدنب وتخطئ وتنام لكي تستيقظ للذنب الجديد وتخطط للكبيرة التي بعدها هذا عياذاً بالله معناه أمن من مكر الله معناه قلة حياء من الله معناه لذة بأن تخالف أمره فإذا تلذت بمخالفة أمره خرجت من دائرة التعبد أن تعبت وخلقت للعبادة والخطأ الخطأ من جنس ألسنا نقول الطفل الصغير إذا أخطأ ماذا نقول يا أخي سامح هذا صغير ألا نقوله؟ وتقول يا شيخ هذا شتمني فلما التفتنا إذا هو بأربع سنوات ماذا تقول لهذا الشاكي يا أخي استحلى وجهك يا شيخ هذا بأربع سنوات أتشتكي طفلاً من طبع الطفولة الخطأ ومن طبع العبود العبد أن يخطئ والكريم سبحانه الذي ربى عباده بنعمه يغفر لكن بشرط أن تجتنب الكبائر بشرط أن تجتنب الكبائر أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالصلوات الخمس وسنذكر بعضاً إن بقي من الوقت الصلوات الخمس المشي إلى المساجد الهم الغم الشوكة وهي شوكة تكفر الذنوب لكن ماذا؟ إنها تكفر الصغائر إنها تكفر السيئات أقول هذا لأننا في زمن معاشر الأحباب تجرأ بعض عباد الله على الكبائر والحبيب يقول اجتنب السبع الموبقات وتحدث الحبيب كما سنأخذ عن أكبر الكبائر والبعض منا معاشر الأحبة فعلاً يرتكب كبيرة من سنوات طوال أعطيك مثال يوجد بعضنا يغتاب كل يوم مرة يغتاب كل يوم مرة هذا صاحب كبيرة كبيرة لا يكفرها الصلوات الخمس ولا الجمعة إلى الجمعة ولا يكفرها رمضان إلى رمضان ولا المشي إلى الصلوات ولا يكفرها الوضوء ولا يكفرها قول استغفر الله باللسان كبيرة تحتاج إلى توبة النصوح إقلاع وعزم وندم والبعض يخوض في هذه الكبيرة كل يوم هذا مثال بعضنا عنده كبيرة من أربعين سنة مع أن يصلي معنا من أربعين سنة في الصف الأول كبيرة قطيعة الرحم وهذه قطيعة الرحم تسبب لعن الله ما يكفرها الحسنات التي تأتي بعد السيئات فإنها تكفر لا هذه كبيرة تحتاج إلى توبة بعضنا عنده كبيرة أخذ المال الحرام ربع مرتب حرام وهو من الظلم والظلم كبيرة ويأخذ المال من غير حنه ومستمر من ثلاثين سنة يخوض في الكبائر من ثلاثين عام ولذلك يخشى عليه وهنا يجب أن نعلم نحن إذا اكتكرنا خطورة الكبيرة ما يعني ذلك أننا نقول أن صاحبها يخلد في النار عياذا بالله نحن لسنا خوارج بل نقول صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لكننا نخشى عليه ونخاف عليه بعض الكبائر مفكت مفسقة وبعض الكبائر مكفرة وبعض الكبائر شرك أن تجعل لله لدًا وهذه الجريمة أكبر الكبائر والموبقات الشرك البعض عنده الشرك أصغر البعض عنده كفر أصغر يحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ودائماً في حياتك والنبي وفي أمانتك ويقسم بأولاده هذا من الشرك الأصغر أو من الكفر الأصغر هذا أيضًا كبير وسغال حبيبنا كل يوم يقسم بغير الله أيمانًا عديدة لذا معاشر الأحبة يأتي هناك كبائر عقوق الوالدين يقول أبوي غير راضي علي من عشر سنوات وأنا عشان كذا ما أزوره يعطي الكبيرة ويترك الصغير أنا لا أزوره وهو غضب علي أو هي غضب علي أنت ترتكب كبيرة وهي من أكبر الكبائر البعض مننا يصلي معنا وقد شهد شهادة الزور في قضية من القضايا عشان يرضي حتى يرضي مدير المؤسسة ولا حتى يحظى من صاحب مال ويدنو فشهد شهادة زور وكذب وليست حق حبيبنا عندما تحدث عن أكبر الكبائر قال ألا كان متكئًا فجلس ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت خشية عليه من الغضب الذي ظهر عليه والبعض مننا شغال شغال الله يجزاك خير شهادات زور ويكذب على هذا ليرضي هذا بل بعضهم الآن الأرض التي عنده الآن ساكن في بيت من خمسين سنة وهو مغتصب لأرضه بشهادة زور وكذب أو أخذ مال مسلم بغير حق لأنه ضعيف طرده سكن مكانه أو أخذ الأرض أو امتد ولو متراً واحداً إذا كان الشبر من الأرض شبر من الأرض تأخذها بلا حق يطوقك الله يوم القيامة في رقبتك سبع أراضين من الأرض السفلة جهنم وهي تغلي إلى العليا تطوق ويوم القيامة يعذب من أخذ عود أراك عود سواك من مسلم لا يحل له وعود الأراك بريال يسبب عذاب العبد نعم وبعضنا معاشر الأحبة اغتاب مسلم أو أخذ مال مسلم وما تاب توبة النصوح وبإجماع العلماء أن حقوق الخلق لا تصدق التوبة فيها حتى يتحلل المخلوق من المخلوق قد تأتي بكبيرة من كبائر الذنوب بينك وبين الله أنت أقرب للعفو وللمغفرة من شخص أخذ خمس ريالات من واحد وهو غير راضي قد يغفر الله لكبيرة تبت منها كبيرة كشرب الخمر الخمر ذنب لازم والذنب اللازم كبيرة شنيعة ورد لعنها لكنها حق بينك وبين الله ولذلك قد يغفر الله لك بالتوبة النصوح لكن تأخذ خمس ريال من واحد ولم يرضى لا يغفر الله لك حتى تتحلل منه ولذلك قال الحبيب من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم اليوم طيب ماذا أفعل؟ الوعد يوم القيامة يقتص منك فيأخذ من حسناتك إذن أحبابي الكبائر التي لربما البعض منا يستهين بها استهانتك بالكبيرة معناها استهانة بمن جعلها كبيرة والكبيرة سندك ما هي الكبيرة وإليكم ققوال أهل العلم في الكبائر البعض منهم قال الكبيرة ما نص الشارع على أنها كبيرة كقوله عليه الصلاة والسلام عندما قال عند ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ولازال يكررها حتى قلنا ليته سكت قال بعض أهل العلم ما ذكر في الحديث من السنة أنه كبيرة فهو كبيرة وهذا تعريف قاصر إذ أن هناك كبائر ما ذكر في الأحاديث أنها كبيرة وهي بإجماع أهل العلم أنها كبيرة كالسرقة وغيرها كما سنأخذ ومن ما ورد أيضا في السنة عن الكبائر قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وتتجد أن أكبر الكبائر دائما الشرك بالله ودائما يأتي بعد الشرك بالله حقوق الوالدين لما؟ لأن الحقوق كثيرة وأولها أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا لقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتجد الحق الثاني ما هو؟ وبالوالدين إحسانا وننظر في بعض الأبناء يستهين بقول أوه أوه خلاص يرفع صوته يقطب الجبين في وجه أبيه يا مسكين أنت تخوض لا في الكبائر بل في أكبر الكبائر أكبر الكبائر وإذا كانت الكبيرة قد توبق بك وتحل عليك غضب الله في الدنيا والآخرة فكيف بأكبر الكبائر كلها؟ إن الله يشتد غضبه على ذاك الذي يستهين بأكبر الكبائر بل بالكبائر وقال الحبيب الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس هذا حديث صحيح إذن أدخل هنا قتل النفس واليمين الغموس وفي الحديث الآخر قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك هذا هو الشرك قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك نسأل الله السلامة قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليل تجارك هذا أعظم الذنوب وتلاحظ مثلاً نأخذ واحد من هذه أعظم الذنوب لاحظ أن يزاني حليل تجاره يراسلها بالوات يصلها إلى بعض أغراضها بدعوى الخدمة للجيرة ثم يخون قلبه ثم يخون عينه ثم يصدق فرجه أو يكذب عياذاً بالله هذا ليس الزنا كبيرة الزنا كبيرة وقد وعد الله الزنات بتنور في النار لكن أعظم الذنوب على الإطلاق وقرن مع قتل الإنسان لنفل أبنائه ولي أن يجعل لله نتناً وهو خلقه أن يزاني حليل تجاره لأن الجار مكان حفظ سر جاره والأمن من مكره وصدق عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يخشى جاره أو لا يؤمن من يخشى جاره بوائقه يعني شروره وغوائله وبعضهم مع النافذة ينظر إلى عورة جاره ومع المنور يتسمع إلى حديث المرأة مع زوجها وإلى غير ذلك لربما تخرج بنيات شقة ويكون المجرم عند باب الشقة الثانية بمسمى المجورة فيكون الخلوة المحرمة والجريمة الكبرى وما علم أنه ارتكب جريمة وجرما أيضاً يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وهنا ذكر السبع ليس معناها أنها سبع سئل ابن عباس رضي الله عنه بعد هذا الحديث الموبقات والكبائر أهي سبع قال عليه رضوان الله وهو حبر الأمة قال هي إلى السبعين أقرب إلى السبعين موبقة وكبيرة أقرب حتى قال بعض أهل العلم وهي من أجمل تعاريف الكبيرة تدري ما هي؟ قال ليس هناك صغائر كل الذنوب كبائر إلا أن هناك كبيرة أكبر من أختها الشرك أخطر من القتل والقتل أخطر من السرقة وهكذا ولا في العموم كلها كبيرة ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تنظر إلى صغر الذنبي والمعصية ولكن انظر إلى من عصيت أنت عصيت من؟ أنت خالفت من؟ إذن إذا كان بالنظر إلى من خالفت فكل مخالفاتك لله تعد كبائر عند بعض أهل العلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وقال ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وتجد أن هذه الكبائر أخذها من كتاب الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به فجعلها الكبيرة الكبرى والموبقها العظمى والذنب الأشد جرما وهي التي من مات عليها لا يدخل الجنة قطعا بل هو خالد في النار إلا أن يتوب قبل موته وهنا التوبة النصوح تجب ما كان قبلها حتى لو كان شركا ولو كان كفرا وذكر بعض أهل العلم أيضاً أو قبل ذلك نذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر هذا دليل على أن الكبائر تتفاوت في كل حديث والحبيب على كل حال يذكر الكبائر التي تناسب السؤال والحال يقول صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وتلاحظ اللي دائماً اللي يقول فلان لعن الله والديه أنت قد لعنت والديك وهذه في ألسنة البعض فلإن بعض الناس معاشر الأحبة هذه الكبيرة هذه الرذيلة اللعن في لسانه وتلاحظ بعض الأطفال العنون وين جابوا اللعن منه؟ غالباً من بيت فيه اللعن عياذاً بالله والكحش ولذلك احذر من لعن أبيك وأحياناً تلعن إنسان فيرد اللعنة عليك وما رد اللعنة إلا لأنك لعنت إذن أنت من تسببت في لعن أبيك وإياك أن تتسبب ولذلك الله نهى أن نسب آلهة المشركين حتى لا يسب الله عدواً بغير علم فيقولون كما تلعنون آلهتنا لعناً فنحن نلعن آلهتكم والعاقل هو الذي لا يسبب لعن والده ولا لعن نفسه وليعلم أن هذا كبير اللعن يتهاون به بعض الناس والمسلم ليس لعاناً كما قال عليه الصلاة والسلام وتبي تعرف أنت تلعن ولا لا انظر نفسك عند الغضب يطلع منك أخلاقك الحقيقية مع الطمأنين والعافية والسرور والسكينة كل ندى جزاك الله خير وفقك الله أين بعدين؟ صدمه من وراء نزل يلعن كل من قاد سيارة من تلك الصنعة ما بقى أحد إلا وقد عممه بلعنته عياذاً بالله وهذا عياذاً بالله يخوض في الكبائر وما علم أن هذا اللعن يحتاج إلى كل لعنة إلى توبة حتى يكفرها وإلا يبقى متعلق عياذاً بالله بهذه الكبيرة وهذه لا يكفرها السيئات السيئات تكفر عنك لكن الكبائر لا بد من توبة نصوح تجب ما كان قبلها وهنا آتي إلى بعض أقوال السلف الصالح في الكبيرة ماهي ابن مسعود ماذا يقول رضي الله عنه يقول ما نهى الله تعالى عنه في سورة النساء في الثلاث ثلاثين الآية التي قبل هذه الآية هذه هي الكبائر ثم الله فتح لنا بعد أن أخضرنا جملة من الكبائر قال إن تجتنبوها نكفر عنكم سيئاتكم هذا قوله الأول القول الثاني علي بن أبي طلحة قال كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيره ولذلك العلماء يقولون إذا توعد الله إنساناً من عباده بلعنه أو غضب عليه أو بالبراءة منه أو بعذابه أو تبرأ منه مثل من غشنا هذا يقول فليس منه الغش كبيره ولا ليس بكبيره كبيره وبعضنا الآن ما شاء الله مع جامعة ومن أولى ثنوي هو يغش لين وصل الحين جامعي وما تعرق قال غش في غش غش في غش لين وصل الآن ومن هنا هذه مصيبة بعضنا متسلّف من واحد من عشر سنوات ألف ريال وكل ما اتصل عليه ما أعطاه مشغول ما طلو الغني إيش ظلمه قادر خليه بعدين مهم مهم الآن أنت من عشر سنوات ظالم يعني عشر سنوات صاحب كبيرة تخض في الكبيرة إن لم يستبيح تستبيح من ذاك الذي أقرضك وما طلته وإلا فالموعد الحسنات يوم القيامة حياذاً بالله كبائر هنا أيضاً قال الضحاك ما أوعد الله عليه حداً في الدنيا أو عذاباً في الآخرة فهو كبيرة الحدود والحدود المعروفة حد الحرابة وشرب الخمر وحد القذف وحد المسكر هذه كله المسكر كله هذه وقطع الطريق هذه حدود أي حقوق الله أو ما توعد الله صاحبه بعذاب يوم القيامة فويل للمصلين من هم المصلون الذين توعدوا بالويل الذين هم عن صلاتهم ساهون كيف ساهون عن طهارتها ساهون فيها أو ساهون عن تأخيرها ما رأيكم في اللي يصلي دائما الساعة سبعة ونصف الفجر يستيقظ ويروح للدوام ويصلي ويمشي مرتكب كبيرا بإخراجي الصلاة من وقتها أم لا بلى مرتكب كبيرا إذ أخرجها من وقتها وهو من الساهين عنها والدليل أنه لو بي عنده سفر في الخطوط في الطيارة استيقظ قبلها بثلاث ساعات وش معنى أن تستيقظ للطيران والذهاب والسفر ولا تستيقظ ولا تستيقظ للصلاة معناها سهو في القلب والله قد وعد الساهين بالويل وهو العذاب عياذا بالله هذا من تعريفات الضحاك عليه رحمة الله الحسن بن فضل يقول ما سمى الله في القرآن أنه كبيراً أو عظيماً فهو كبيراً مثل ماذا؟ قال اسمع قول الله إنه كان حوباً كبيراً إن قتلهم كان خطأاً كبيراً إن الشرك لظلم عظيم إن كيدهن إن كيدكن عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم كل هذه التي عظمها الله وحذر منها كبائر كلها كبائر هل الكبائر هي أمور ظاهرة؟ سرقة؟ خطأ لا يا أخي عد كثير من أهل العلم أن من الكبائر ما هو خفي والمراد به أعمال القلوب وما هو ظاهر وهو أعمال الجوارح ما أعمال القلوب التي فعلها كبيرة؟ مثال الحسد الحسد كبيرة البغض كبيرة البغض الشحناء كبيرة إذن هناك كبائر في القلوب الكبر الكبر كبيرة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إذن تلاحظ أن بعض الناس يخوض في الكبائر اللي عنده كبر أنفة ترفع على الناس يرى بسبب أو بغير سبب أن له حق على الغير ولا حق له لأحد عليه وينظر إلى الناس فيمايزهم بألوانهم وجنسياتهم ويتكبر على العامل عنده ويمطله ويمكر به ويكيده وتجده متغطرس ولا يسلم على الضعيف وإنما يلهث خلف الكبير هذه كبيرة لازمة للإنسان إذا لزمته فإنما يلزمه العمر كله كبيرة تحته حتى نسأل الله السلامة والعافية والبعض منا حسود وهو يعلم من نفسه أنه لا يفرح بنعمة الله على عبد من عباده أن إذا أتتني نعمة آسف أنت إذا أنت أتتك نعمة وما فرحت أنا بها فعندي بوادر وبذر خبيت وهو بذر الحسد لا يؤمن أحدكم نفي الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنا إذا ما أحببت لك زواجك أو سيارتك أو بيتك أو وظيفتك أو إن جاب ولدك أو نعمة تجددت عليك أو ترقيتك إذا لم أفرح بها فأنا حاسد والحسد كبيرة تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب وبعض الناس يعرف من نفسه أن قلبه على ما يقولون في الجنوب ميفة فرن تنور لو تبي تخبز فيه خبزت دائما يغلي لا يفرح بنعمة الله على المؤمنين يا عبد الله طهر قلبك أدعو لهم من علاجات الحسد أن تدعو للناس لمن؟ للي ما تحبهم يا شيخ اللي ما تحبهم يا أخي ما دعينا للي نحب فكيف ندعو لمن لا نحب حتى يطهر قلبك وإلا فإنها نار تأكل حسناتك أكل إذن فعض الكبائر تلزم الإنسان العمر كله وهو لا يعلم فيقدم على الله ولا حسنه ما يكفرها أي عمل هذا إلا التوبة النصوح وبعضنا عنده الحالقة قلنا حسد كبر الحالقة ما هي الحالقة؟ إنها البغضاء فساد ذات البين الفساد اللي يكون بينك وبين واحد فيتتمدد البغضاء حتى تتجاوز إثني عشر ساعة ثلاثة أيام فإن الموس ليس الذي يحلق الشعراء إنما يحلق الحسنات والدين يعمل وبعضنا له ثلاثين سنة ما يسلم على أبناء عمه أو هاجر لجيرانه أو مكفهر بينه عداوه بين مؤمن بلا حق ولم يصطلح معنى عند الكبيرة تحلق الحسنات حلقا ألا فتب وارحم نفسك إنها كبيرة ولا تتهاون بالكبائر الحبيب يقول إياكم ومحقرات الذنوب اللي ما تهتم به حتى قال بعض أهل العلم قالوا ما هي الكبيرة؟ قال الكبيرة الذنوب التي تتهاون بها هذه الكبيرة طيب ما هي الصغيرة؟ قال الذنوب التي تعملها وعن تخائف انظر العكس انقلب التعريف يقول لو تعمل من أكبر الكبائر وعن تخائف ثم تعود وتلوذ بجناب الله هذه تعد صغيرة والذنب اللي تعمل وانتم تكي وتشرب قهوة وما عندك فيها عادي جدا ومتساهل جدا والأمر واسع هذه لو كانت أقل القلائل من الصغائر فإنها تنقلب كبيرة وكما قال ابن عباس رضي الله عنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار لا صغيرة مع الإصرار ومما قال السلف الصالح أيضا في تعريف عرف سفيان الثوري أن الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد والصغائر ما كان بينك وبين الله لأن الله كريم عفو سبحانه وتعالى وهذا ما ذكرته بينك وبين الله المعاملة على المسامحة وبينك وبين المخلوق التعامل على المشاحة واللي أنت ظلمت في الدنيا هذا بمال أو بغيبة أو بشهادة زور أو بظلم تعتقد يوم القيامة بيقول في أمان الله يا أخي يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يا أخي كل يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء لذلك بعض الناس تصير عليه ثقيلة استعر اعتذر منه اعتذر منه وهنا مسألة لا أريد أن أنساها قد يقول قائل يا شيخنا لما كنت شابا أدخل البقالات ويدي خفيفة وأخذ علبتونة على شوي زيتون وأحيانا يغيب أدخل يدي وأخذ عشرة ريالات من جيبي أبي وأحيانا يعني أصدمت بسيارة جيراننا وما علموا لكن والله إني لا أعلم الآن عنهم شيء وإني بحثت وبحثت وبحثت ولو وجدته عندي من الشجاعة أن أقبل يده ورأسه وأعطيه من الدنيا حتى يرضى لكني لم أجد أحدا إن كان مال فتصدق بمثل المال وإن كانت معنوية غيبة أو شتم أو غيره لم يتبنى لم يبنى عليها مظلمة إذا كانت شهادتك بني عليها أن يملك ما ليس له فلا بد أن تبطل شهادتك وأن تكذب نفسك ولو سجن لكن إذا كانت أمور معنوية وتفرق الناس من عشرين سنة تكلمت كلمة سببت مثلا أن إنسانا فصل من عمله ورحل أو أن أثنين كان بينهم مودة فكنت نماما فانفصلت العرى ولا تجد هذا ولا ذات ولا تعلم لاهم طريق أكثر من الدعاء لهم وأكثر من التوبة وربك سبحانه غفور الرحيم سيغفر لك وسيرضيهم يوم أن يلقوا لكن لا بد أن يعلم منك الصدق في التوبة قال أيضاً مالك بعد ذلك قال الله جل وعلا بعد أن ذكر الكبائر قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الله تكفير السيئات والسيئات والسيئات أهل العلم يقولون أنها المراد هنا الصغائر أنها الصغائر وليست الكبائر التي ذكرت لكم أمثلة منها وأقوال أهل العلم فيها والراجح في أقوال أهل العلم في الكبيرة كل ذنب توعد الله صاحبه باللعنة أو الغضب أو البراءة أو الطرد من الرحمة أو الوعد بالنار يعياذا بالله إذا كانت هذا ذنب فهي كبيرة وهي لا تعد عددا هي لا تعد عددا إنما هي جنس كبير ويدخل تحت ذنوب كثار ولا تعتقد أن الذنب الكبيرة إنما هو خمس أو ست أو سبع ثم تتساهل بعد ذلك في الذنوب الصغائر قبل أن أتحدث عن المكفرات اعلم يا عبد الله أن الله عندما بشرنا أنه إن اجتنبنا الكبائر كفر عنا السيئات ليس في هذا رسالة لك أن تعصيه وتتعمد بالذنب يقول أحدهم الأمر سهل يعني أترك الكبائر أنت قلتوا والباقي نرفع الغطاء ونتهوك في الذنب لا يا عبد الله إنما المراد طمأنة العبد التائب المقبل ومعناها أن العبد إذا فعل الصغائر من كرم الله أنه لو لم يجدد توبة للصغيرة إنما أتبع الصغيرة بحسنة محط تلك السيئة هذا من كرم الله ولذلك بعضنا حجة وعليه ذنوب عشرين عام وكانت الحجة مبرورة فردته الحجة كيوم ولدته أمه لا إله إلا الله كرم الله البعض منا معاشر الأحباب عليه ذنوب كثار فلزمه الهم هم العيال هم الدين هم المرأة عند زوجة قال بحياته مئة وثمانين درجة أو زوجة عندها زوج جعلها في تمنور من النار والآلام صبرت على هذا الهم عشرين سنة صابرة أم فلان أم فلان صابر عشرين سنة هذا الهم يكفر الصغائر كلها لا إله إلا الله ما أكرم الله تصلي المفروضة يا رجل في جماعة تصلي في جماعة هنيئا لك تكفر هذه الصلاة ذنوبك الصغائر بين الصلاتين رجل ألم بذنب قبل امرأة وعمل معها كل مقدمات النكاح وهي لا تحل له وأتى خائفا مقبلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله قبل الصلاة قال نصلي أي صلي معنا فلما صلى قال أصليت معنا قال نعم يا رسول الله قال كفرت صلاتك ذنبك أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس تكفر البعض مننا ولكن تكفر ماذا السيئات الكبائر تحتاج إلى توبة والتوبة ليس قول العبد أستغفر الله أستغفر الله طلب المغفرة باللسان التوبة إقلاع وندم وعزم على أن لا يعود وأن تكون خالصة وأن يرد المظالم وأن تكون في وقتها ست شروط للتوبة لو أنه أراد التوبة وقد عزم على الانتكاسة فإن هذه التوبة مردودة كإخوة يوسف عندما قالوا اقتلوا يوسف قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني بس أن تذبحوها الحين وبعدين توبوا إلى الله وإن شاء الله بتكونوا طيبين ومطاوعا وما فيكم إلا الخير وش رائق في واحد يقول أنا نريد أن أضرب فلانا فلنضربه ولنغير معالم وجهه ورأسه ثم نتوب ونأخذ عمرة يا حبيبنا هذه التوبة مردودة لأنه كانت بإضمار العودة بعدها وهذا غير صحيح لذلك نقول التوبة النصوح عزم وندم والعزم المراد أنه لا يعود وقبل ذلك الإقلاع أعود ومن المكفرات العمرة إلى العمرة وهنيئا لكم يا أهل مكة هنيئا لكم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا جتنبت الكبائر يذهب فيأخذ عمرة ويعف بصره عن الطائفات والساعيات ويكون لأن بعضهم الله يزاق خير لو ما أخذ عمرة كان أقرب إلى الله يستلم بعضهم في الصفا ويودعها في المروة وكلما طلعت عد الذاهبين والعائدين وتأتي المرأة فلا يتحاشى القرب منها يا ليتك قاعد في الشقة وتأكل سنبوسة وفاكن من عمرتك التي آثمتك أكثر من ما بعدها لذلك نقول العمرة أيضا المبرورة كما أن الحج المبرور هو الذي جزاؤه الجنة العمرة إلى العمرة أيضا رمضان إلى رمضان تصوم هذا العام إيمانا واحتسابا ثم تصوم العام الذي بعده ما بينهما تكفر الذنوب السيئات تكفر الصغائر نسأل الله الكريم من فضله بل صيام رمضان وحده إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنبك ومن المكفرات قيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر ما تقدم من ذنبك قيام ليلة القدري يغفر لك ما تقدم من ذنبك صيام عرفات يكفر عامين وصيام يومي وصيام المحرم العاشر منه يكفر عاما أي كرى من هذا إنها المكفرات المرض واحد مريض ضغط سكر كلسترول أي مرض في أعصابه مريض بالصداع المزمن دائما في الصداع دائما يلزمه حرارة دائما مرتفع الضغط ويأخذ أقراص الضغط دائما يأكل حبوب السكر أو يأخذ الأنصلين وهذه الأمراض يقول الأطباء أنها مزمنة أتدري يا مريض معنى كونها مزمنة أنه قد لزمك كفارة من كفارات الذنوب حتى تلقى الله لزمتك بحر من الحسنات وأنت لا تدري ولذلك لا تحزن لا تحزن مصاب بالصرع إنسان أو زوجة أم أم عندها طفل فيه توحد أو طيف توحد أو لديه شلل أو لديه ضمور في رأسه أو خلل في تركيبته العصبية تقلبه وتحمله وجلست معه تغسله وترفعه وتغذيه وتطعمه ويتلوم عليها ويضربها مرة ويخرج فتعود به إلى البيت ودائما هذه الأم من أعوام طوال مع هذا المريض الذي تقلبه يا أم فلان أراد الله أن يكون حقك في الجنان فاصبر على هذا البلاء فالهم وحده يكفر الذنوب فكيف إذا كان الهم أيام أنت همك عمر مديد مع طفل أو طفلين أو ثلاثة اللهم يا رب ارزقهن الاحتساب وارزق الآباء الاحتساب البعض عندهم عاقين ومعهم ويمنعونه من الخروج والسفر لاحتياجاتهم إلى الرعاية والبقاء في البيت أحيانا لا تحزن فإن الهم يكفر الذنب والمرض يكفر الذنب ولكن مع الاحتساب معاشر الأحبة إذن رب كريم إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومن الكفارات قولك سبحان الله وبحمده مئة مرة حتى لو كانت ذنوبك إلى عنان السماء تنتهي ولو كانت كزبد البحر تنجلي أي كرم من هذا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات لو كانت ذنبك هذه من التوبة النصوح لو كان تولي يوم الزحف وهو كبير من الموبقات السبع وكنت تائبا وقلت هذا الذكر ثلاثا كفر الله ذنبك كفر الله ذنبك أحبابي بقي للإنسان عذر هل بقي للإنسان عذر أن يبقي عليه ذنب واحد الوضوء لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله اللي يغتسل كل يوم يستحم يأخذ كما يقولون شوار خمس مرات في اليوم هل يبقى عليه دنس في بدنه؟ أو رائحة كريهة تنبعث منه؟ يغتسل خمس مرات ومع هذا نقول هذا الصلوات الخمس كأنما هي الغسل في اليم النقي الطاهر خمس مرات والوضوء إذا توضع فغسل يديه خرجت ذنوبه التي بطشتها يداه وفي رواية حتى تخرج من تحت أظفاره توضع لكل صلاة فمن الكفارات للسيئات الوضوء الدائم تصدقون بعضنا يتوضى الظهر ويصلي بوضوء الظهر صلاة العشاء ما يبغى الله الجزاء خير يتوضى ويصلي وهو حاقم أو هو حاقب أي أنه يدافع الأخبثين لا يريد مللاً وكسلاً أن يتوضى وحبيبنا قال بعض الروات أنه ما ترك الوضوء في عمره عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة أي ما صلى صلاتين بوضوء واحد إلا مرة وكان متوضعاً وأن أحياناً توضع مرة وبعضهم إذا قلت له في وضوء صلاة الفجر استنشق واستنثر ثلاثاً سنة فإنه يستكثر الاستنشاق مرة واحدة والتمضمض تضجد لا يدير الماء إدارة كامل أي أنه لا يسبغ الوضوء إسباغ الوضوء كفارة للذنوب التي بطشت ونضر إليها وسمعت وتحدث بها ومشى الإنسان لها أي كرم بعد ذلك ومن كفارات الذنوب كفارة المجلس كثر فيه اللغط وبعض مجالسنا دائماً بها لغط فيها أخطاء وفيها بعض الكذب وبعض اللمم وبعض الغيبة وبعض النظر المحرم إذا كانت شاشات محرمة ولعن وشتم إلى غير ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تكفر ذنوب المجلس كلها اللهم لك الحمد على تمام نعمتك والله إنها نعمة بعد هذا اللغط وبعض جلو بعد جلوس الإنسان معاشر الأحباب بعد جلوسه وحديثه ساعة كاملة بعضنا يخرج رصيده قد نفد من الحسنات فيه بعد مجلس واحد فيرد الله لك الحسنات ويكفر عنك السيئات بهذا الذكر الذي ينبغي أن نتواصى به معاشر الأحباب أيضا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت كزبد البحر يا أحبابي خمس طلوات يعني لو ذنوبك خم زبد البحر في الفجر انتهت لو جمعت ذنوب كزبد البحر عند الظهر فصليت ثم ذكرت هذا الذكر لانتهى معنى ذلك أن الهالك إنما يهلك وقد ظلم نفسه والله لا يهلك على الله هالك إلا هالك اللي دائما يفرط بعضنا يصلم التسليم الثانية ويطلع الجوال عسى ما شربه فلانه قال والله جتني رسالة واتس وأنا أحب رد أول بول وبعضهم لو قيل له أحضر طماطا قال بل تسبيح بل الطماط مهم خرج وترك المسجد فما سبح أين الأذكار التي بعد الصلاة لماذا السرعة بعد أداء الفراعض سبحان الله الحمد لله الله أكبر كل واحدة ثلاثة وثلاثين وتخدم بالتوحيد فيغفر الله جل وعلا يغفر الله لك كل ذنب صغير قد جنيته يقول صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة طرق تكفير السيئات حتى لا يبقى عليك رصيدا أسود قال ألا أدنكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله أولها قال إسباغ الوضوع على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد افرح إذا بعد المسجد وقف بسيارتك بعيد عن المسجد وحرك هذه الأقدام فإنها خطوة ترفعك درجة وتكتب لك حسنة والأخطى تحط عنك سيئة ألف خطوة بألف حسنة وبكتكفير ألف سيئة والبعض مننا يقول أبشرك بابي في باب المسجد لا تبشرني هذه ليست بشرة هذه ليست بشرة أبشرك أنا قريب من المسجد هذه ليست بشرة ولهذا الحبيب قال لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم أي أنكم لو بقيتم في الديار بعيدا كتبت آثار الخطى إلى المساجد ثم قال عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة صدقون لو يتأخر الإمام يومين خمس دقائق بعضنا حاط تذكرون المؤقتة هذه الساعة التي تحسب عشرين دقيقة حتى الإقامة بعضنا إذا بقى نص دقيقة قل كذا استعاد كأن في سباق جري ثم بما بقي خمس ثواني إذا هو قد قام ربعه فلما انتهى توقف ونصبا ونظر المؤذن وأشارا وما عدا الله خير صلوا وطلعت الشمس يا مسلم عندنا أشغال أنت لست في سجن أنت في بيت الله أتدري أن الإمام إذا تأخر أن ذلك يكفر ذنوبك أولا يحط خطاياك ثانيا لا زالت الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه لأن يقول المؤذن الله أكبر الله فيتوقفون من يستغفاري لك يليت الآن ما يتأخرون طبعا تزعلون من هذا لكن أنا أقول يليتهم يتأخرون قليلا حتى نكثر من الذكر ونصلي سنة الراتبة يقول واحد يا شيخ إيش ذنب الذي بكر ومن قال لك له ذنب هذا له حسنات هذا الذي بكر أفضل مني ومنك نعم هو ينال ثلاثين دقيقة وأنا أنال خمس دقائق لكنها كفارة قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط كما اللي يرابطون على الحدود ويرابطون على أمننا أولئك تحرم عيونهم عن النار لسهرهم ومرابطتهم كذلك الذي في المسجد ينتظر الصلاة وما تململ هو في رباط ويؤجر كأجر المرابطين أيضاً معاشر الأحباب من الأعمال الصالحة التي التي معاشر الأحبة التي تكتب الأجر للعبد منها إتباع السيئة إتباع السيئة بالحسنة وقد ورد في السنة بعضاً من الأخطاء ومن الأخطاء لها كفارة كفارة خاصة فإذا كفرت بعد هذا الذنب بهذا العمل انقلب الذنب حسنة مثال ذلك يقول صلى الله عليه وسلم تكفير كل لحاء ركعتان ما معنى ذلك اللحاء الملاحات إذا خصمت واحد عند الإشارة أنت ما تشوف لا أنت الأعمى أقلب وجهك لا والله ما لبك أوريك توريني ومشاتمة وملاحاة وغضب هذه معصية وقد تكون ارتكبت كبيرة لأنك لعنت مسلم ولعن المسلم كقتله لعن المسلم كقتله فكيف أكفر هذه الخصومات تصلي ركعتين كذلك الزوج إذا لاحى زوجته الملح كثير لأمه قليل ما طبختي لا طبختي الولد ما نظف لا نظف بعدين ارتفعت الوتيرة وارتفع الصوت واتباعتما تجافيتما توضأ وصلي ركعتين فلربما أخطاؤه ذاك تلك الملاحاة بالركعتين فكما ورد في الحديث الذي حسنه الألباني فإنها تكفره إذن هناك حسنات تذهب هذه السيئات ومن الأعمال أيضا التي تكفر من حلف بغير الله يقول صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة والعزة طبعا الآن ما في واللات والعزة الآن يقول والنبي أو يقول المشركين أولئك والحسين أو يحلف بالعمر والحياة وغيرها هذا حلف بغير الله هل له كفارة هذا ذنب ما الحسنة التي أتبعها الملاحاة ركعتين إذا حلفت بغير الله خطعا خطعا لأن لسانك دائم قال فليقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث ومن قال لصاحبه تعال أقامرك الحديث رواه البخاري ومسلم تعال أقامرك فليتصدق بعضهم يقول يلا نلعب ورق بلوت ومن خمسين حط خمسين وأنا حط خمسين نلعب طائرة من مئة المئة هذا مقامرة هذا هو الميسر تضع ويضع لكن واحد من برا يقول يلعبوا من طائرة ومن فاز إذا فاز أحدكم سأكرمه بكذا وهو ليس معهم هذه يخرجها من المقامرة لكن إذا كان بالدفع المقابل ضع مئة وضع مئة ويأخذها واحد فإنها مقامرة من قال لأخيه تعال فلأقامرك تذكر قلنا يا أخي هذا ما يجوز طيب ما كفارتها قال الحبيب يتصدق طبعا كان بيدفع خمسين لصاحبه وإذا قلنا تصدق بترجع الخمسة ريال أكيد لكن هل المهم يتصدق ولو بتمرة هذه من الأعمال التي ورد أنه في مقابلتها يكون في مقابلتها تكون الحسنة أيضا التشاؤم والطيرة إذا تشاؤم وبعضنا يتشاؤم من ماذا؟ من البوم صحيح؟ من البوم وإلا إذا شاف أعور ولا من رقم ثلاثة عشر ما يبي رقم ثلاثة عشر أو من يوم الأربعاء ولا وبعضنا اللسان يقول خير يا طير خير يا طير هذا معناها أن الجاهليين أهل الجاهلية الأولى إذا أراد يسافر أو يتزوج أثار الطير فإن طار وذهب على اليمين ذهب في سفره أو غرضه وان طار على الإسار تشاؤم من يومه وعاد إلى أهله هذه الطيرة لمنسوبة إلى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك أسأل الله العافية وبعض الناس طلع لقى الكفر مبنشر العجلة نائمة هذا من أولها ما في سفر اليوم هذا من أولها ولا انكسر شيء ولا انسكب شيء ولا صد من أول قال والله لا رايح إلا الطائف ولا الرياضة رجعنا إلى البيت عدنا ليه قال أصلا أولها خربان أولها هذا تشاؤم هذا سماه الحبيب شركا ما كفارته قالوا يا رسول الله ما كفارته قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك هذا قوله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا ترك الإنسان الصلاة قام مفزوعا قمت لصلاة الفجر الشمس طلعت ستة سبعة ثمانية وهذا ليس من طاعة ليس من طبعك اللي دائما يكفرون اللي ليس من طبع أما اللي دائما يصلي كده نقول اتق الله فإنك آثم والنوم هذا نوم إثم ولذلك البعض منا يستعد بالسهر يستعد لترك صلاة الفجر والبعض يستعد بالنوم ليصلي الفجر شتان بين مستعد ومستعد يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو أنسيها أنا نسيتها أنا بصلي قادم من سفر أريد الصلاة نزلت الأغراض شربت شاي صلف راحت الصلاة من ذهني ذكرتها من الغد خرجتها من وقتها عوذ بالله لا تقلق كفارة هذا فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وهذه ما دله عليه الصلاة والسلام ودل أمته عليه إذن هذه من الحسنات تتبع السيئات فتكفرها أيها الأحبة أنا على الأذان سأختم عذرا أختم بماذا أقول هذا الكريم العظيم الجليل جل وعلا المنان فتح لنا أبواب الجنان وفتح لنا المغفرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى دعوة إلى أن تقلب في رأسك كل كبيرة ارتكبتها كل كبيرة ارتكبتها فتجدد لها توبة النصوح وكل حق من حقوق العباد لزمك أن ترده أو أن تستحل صاحبه وكل صغيرة أن تتبعها حسنة حتى أيها المؤمن تلقى الله وليس عليك خطيئة وقد فتح الباب سبحانه وتعالى والله فتح الباب إن الحسنات يذهبنا السيئات وأعيد الآية إن تجتنيبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم حرم الله هذه الوجوه عن النار ورزقني وإياكم توبة نصوحا قبل الممات وأسأله أن يختم لي ولكم بخير وأن يجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاه اللهم آمين إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة تنسى الضغط على زر أعجبك الفيديو تنسى الضغط على زر أعجبك الفيديو تنسى الضغط على زر أعجبك الفيديو تنسى الضغط على زر أعجبك الفيديو